قال الرئيس الإيراني سابق محمود أحمد نجات في مقابلة مع الحدث إن إيران وسعودية أصدقاء وجيران وإن على البلدين التعاون لأن المنافسة تضر بدول المنطقة على حد قوله أعتقد أنه يتوجب على شعوب المنطقة وبلدانها أن تقوم بإدارة المنطقة في شكل جماعي وبالتفاهم الكامل والتحلي بروح الصداقة والإخاء إن اتحاد بلدان المنطقة هو مبدأ في غاية الأهمية إن أي منافسة بين بلدان المنطقة تضر بالجميع وخصوصا بإيران والسعودية نحن إخوة وأصدقاء وجيران ولدينا مصالح مشتركة يجب أن نتعاون لإدارة المنطقة وأن نبني علاقاتنا على أسس العدالة والاحترام والصداقة كان التفاهم هو الأساس في تلك الحقبة لم يكن هناك سجال كما هو عليه اليوم ولم يحصل أن أهان الطرفان بعضهم البعض أو تبادل التهديدات وينبغي أن نعود إلى الصداقة والإخاء يجب أن نرى تطور أي واحد مننا هو تطور للآخر والعكس صحيح وأن نعتبر أمن الآخر هو أمننا من جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني سعودي لكضيفه بعد قليل في مراسم تدشين مشاريع لوزارة الدفاع الإيرانية إن إيران ليست ضد الدول المجاورة مدعيا أن القوات الإيرانية تدعم هذه الدول وليس العكس نحن نعلن لجيراننا الأعزاء بكل صراحة بأن قدرات قواتنا المسلحة تدعمكم وتحميكم أيضا وليست ضدكم إذا كنا نحظى بقوة بحرية في الخليج وبحر عمان فإنها تحمي الخليج وبحر عمان والممرات الرئيسية بالمحيط الهندي والبحر الأحمر وسائر المناطق معنا لمناقشة تصريحات الرئيس السابق محمود أحمد النجات فيما يخص العلاقة مع السعودية الزميل حسن المصطفى الكاتب والبحث السعودي مرحبا بك أستاذ حسن ما بال المسؤولين الإيرانيين عندما يغادرون مناصبهم يتحدثون عن العلاقة مع السعودية وأن هذه العلاقة يجب أن تكون جيدة من قال بأن السعودية عكرت صفو العلاقات ولم تكن هذه نتيجة تصرفات إيران في المنطقة المملكة العربية السعودية ومنذ انتصار الثورة الإسرائية الإسلامية في إيران العام 1979 بعث وقتها الراحل الملك خالد بن عبد العزيز السعود مبعوثا رفيعا إلى آية الله الخميني هنأه بانتصار الثورة وسلمه رسالة من الملك خالد وحينها كانت إيران في حاجة إلى الوقود وبعثت المملكة بوقود لمساعدة الإيرانيين كانت السعودية تعتقد أن النظام الجديد بما رفع من شعارات إسلامية سوف يكون أكثر تعاون معها من نظام الشاه محمد رضا بهلوي الشاه كان يناكي في المملكة العربية السعودية وكانت له طموح إقليمية واسعة وعندما أتت الثورة الخمينية اعتقد السعوديون أنه ربما وفق الشعارات الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي وما شابه أن تخف تلك الطموحات الإيرانية الكبرى وتنكفئ إلى الداخل لكن للأسف الذي حصله هو العكس وبالتالي تصريحات أحمد نجاد اليوم إلى قناة العربية رغم أهميتها إلا أنها تصريحات تعكس جانبا ورديا مثاليا لا وقع له على الأرض في الوقت الذي يطالب فيه أحمد نجاد بأن تكون هناك حوار وأن يكون هناك علاقات حسنة وهذا أمر تأيده المملكة هناك الميليشيات التي تدعمها إيران في اليمن ترسل صواريخها وترسل طائراتها المفخخة إلى المملكة العربية السعودية وهناك الميليشيات في العراق التي تهدد المملكة وهناك حزب الله في لبنان بمعنى أن هناك سياسة خارجية في المنطقة ككل يجب أن تتغير قبل أن يكون هناك حوار جدي فعلي رغم أنه بدأ في بغداد تحت مظلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما يأتي يا أستاذ حسن من يقول لك بأنكم تناقشون ملف إيران وتطرحون دائما في الأخبار إيران هي إيران هي من تفرض نفسها بسلوكها على أجندات الأخبار يعني عندما يصرح المسؤولون الإيرانيون بأن بلادهم تسيطر على أربع واسم عربية كيف يمكن التعامل مع منهجية وسلوكية بعقلية هكذا نظام هكذا نظام يجب أن ينتقل من الثورة إلى الدولة ما لم يتم هذا الانتقال والذي عمل عليه هاشمي رفسنجاني وعمل عليه محمد خاتمي وكان يمتازن بعلاقات جيدة صحيح العربية السعودية أو غيرها من الدول وأريد أن أذكر في هذا المجال أن الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز زار إيران وكذلك الراحلان الأمير السلطان بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز وأريد أن أذكر المشاهدين الكرام بالمفاوضات التي جرت وكانت شهيرة باسم مفاوضات بندر لارجاني ووقتها كان الوفد السعودي المشارك في هذه المفاوضات بقيادة الأمير بندر بن سلطان ومشاركة معالي الأستاذ رحاب مسعود وكذلك زار طهران الوزير الخارجي الراحل الأمير السعود الفيصل وزارها أيضا الأمير نايف بن عبد العزيز عندما كان وزيرا للداخلية ووقع اتفاقية شهيرة باسم اتفاقية نايف روحاني اتفاقية أمنية بمعنى أن هناك يدا سعودية كانت ممتدة دائما إلى الخير وإلى العلاقات الحسنة إيران للأسف وتحديدا لأكون دقيقا أكثر التيار الثوري فيها والتيار المتشدد والحرس الثوري كان في ذلك الوقت يمد يد تدريب وزراعة الخلايا ومد الميليشيات سواء في أحزاب الله التي كانت تتشكل في بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت أو حتى لبعض الخلايا والبحرين كذلك تاليا في الأحداث التي سجرت في العام 2011 وبعض الخلايا التي دعمت مثل خلايا الأشتر وحتى بعض الخلايا التي كشفت في المملكة وورط فيها مواطنون سعوديون للأسف في قضايا تجسس هذا السلوك الإيراني إذا تغير تلقائيا السلوك السعودي تجاه إيران سوف يكون مرحبا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في آخر حوار له مع الزميل عبدالله المديفر قال صراحة أن السعودية تريد الخير لإيران وأنها جارة طيب لمن يصدق ما تدعيه إيران بأنها حامي الشيعة بأنها المرجع لهم علما بأن المذهب الشيعي هو أقدم من الدولة الإيرانية بستمائة عام هذا الطرح البعض ينقاد وراءه ويخرج عن إطار الدولة ويبدأ يفضل مصلحة إيران على مصلحة بلده تجربة في إيران في لبنان موجودة وموجودة في العراق كذلك التشيع أكبر من الدول التشيع مذهب إسلامي تماما وهو أقدم من حتى الدولة أو أقدم من الدولة الإيرانية ومن الدولة الصفوية ومن الدولة القاجارية ومن جميع هذه التشكيلات التشيع بالأساس هو امتداد لتيار أو أسميه لمذهب إسلامي فكري عقدي وبالتالي إيران عندما ترفع شعار التشيع هو للأسف ترفعه لمصالح سياسية الشيعة في العراق شيع عرب مستقلون الشيعة في السعودية هم سعوديون أولا في البحرين هم بحرينيون أولا في الإمارات في الكويت في كل دول الخليج إيران للأسف تحاول أن تجعلهم الشيعة مسيسين الإسلام السياسي لأكون أكثر صراحة معك وبالتالي تريد أن تحولهم إلى أوراق في ملف تفاوضها مع هذه الدولة أو تلك الدولة وبالتالي هم مثل البيادق التي تلعب بهم يمنة ويسرى ولكن الشيعة العرب هم يرفضون هذا السلوك والشيعة العرب السود أستاذ حسن أعذرني على المقاطعة عندما أتى من العراق لم يأتي من المحافظات الغربية صحيح لم يقول أبناء الأنبار رغم تحفظاتهم الكثيرة على تصرفات الميليشيات التابعة لإيران قالها أبناء الجنوب أبناء البصرة أبناء كل المناطق التي تقول أخرجوا إيران من العراق والعراقيون بخير حتى المرجع الأعلى في العراق السيد علي السستاني هو مع حصر السلاح بيد الدولة العراقية وفقط ضد أن يكون هناك سلاح لدى الميليشيات هو ضد ولاية الفقيه المطلقة هو مع اندماج الشيعة في أوطانهم ومن قبله الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين وحتى شخصيات مثل الراحل السيد محمد حسين فضل الله وهناك قائمة حتى من المرجعيات الشيعية الموجودة في إيران داخلها مثل آية الله الصاف القلبيغاني آية الله التبريزي آية الله الوحيد الخراساني آية الله الشيخ جعفر السبحاني جميع هؤلاء يريدون للشيعة العرب والشيعة في العالم أجمع في باكستان في أفغانستان في أي دولة كانوا أن يكونوا مواطنين أولا وليسوا أتباعا لإيران إيران جميع من يتبعها سواء كان المتحالفون معها من حماس أو من الجهاد الإسلامي أو من الإخوان المسلمين أو من أي حركة مشترك أستاذ حسن هو تدمير الأوطان لحساب الإيدولوجيا سواء من يؤمن بنظرية وسلوك الإخوان المسلمين هو عابر وأنت تعرف التصريح الذي أتى لمرشد الإخوان في مصر لأن يحكم أندنوسي مصر أفضل من أن يحكمها مصري غير إخواني لأنهم لا يعترفون للأسف بشيء اسمه الوطنية والدولة ولا يؤمنون بالحدود وبالتالي مشاريعهم مشاريع عابر وكذلك فعلت داعش عندما وكذلك فعلت داعش هو سلوك تيارات الإسلام السياسي وهذا السلوك ضد مصلحة استقرار المواطنين في جميع دول الخليج ودول المنطقة إيران إذا كانت تريد أن تكون جارة فعالة وجارة صالحة عليها أن تحترم القانون الدولي وأن تكون دولة ضمن نظام إقليمي شامل وستجد كل التعاون من السعودية ومن بقية دول الخليج أما إذا استمرت في دعم الميليشيات ودعم الخلايا واختراق الأمن الوطني لهذه الدول هذه الدول لن ترضى بذلك كما أن إيران ترفض أن يتدخل الآخرون في شؤونها الداخلية عليها أن تحترم شؤون الآخرين والمواطنون في هذه الدول تضرروا كثيرا أن تذكرت المواطنين الشيعة المواطنين الشيعة عندما حاولت إيران استغلال بعض ضعاف النفوس منهم أضرت بسمعتهم وأضرت بسلمهم الوطني وخلق ذلك مشاكل طائفية ومشاكل مذهبية داخل دول الخليج وعانوا منها طويلا هذه المعاناة لا أحد يريد أن يستمر فيها هؤلاء يريد أن يكونوا بناتا لأوطانهم يشاركوا مع إخوتهم المواطنين يدا بيد في حماية دولهم لا يريد أن يكونوا أتباعا لأي دولة ولا أن تستغلهم أي دولة وأي نظام إذن عندما يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية الكرة أبدا ليست في ملعب المملكة العربية السعودية الكرة ليست في ملعب أبدا كل الكرات في الملعب الإيراني في الملعب الإيراني وأعتقد إيران إذا أجادت اللعب النظيف واللعب وفق القانون الدولي ستجد اللاعبين الآخرين متعاونين معها والرئيس حسن روحاني بالتحديد تحدث قبل أيام وقال لا سمح الله من تعدى على البعثات الدبلوماسية السعودية هذا تصريح جيد من روحاني لكن روحاني أنا أسميته في إحدى المقالات بالرئيس المكبل أو المحاصر ليس بيده شيء وبالتالي الحرس التوري هو المسيطر لعب نظيف يحتاج إلى فاريا أستاذ حسن يحتاج لكثير من المعونة نعم لمراقبة هذه التصرفات شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والصحفي سعودي على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك